بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن شجرة فكهة جميلة جدا وانا عن نفسي بحبها ولزيزة جدا وحتى يعني الشكل بتاعها شكل كويس والمفروض ان اي حديقة منزلية ما تخلاش من الشجرة دهية الا وهي شجرة الباباز او الباباي سميها زي ما تسميها المهم هي الشجرة اللي قدام حضرتك دهية طيب التربة المناسبة لزراعة الشجرة دي ان اي بالنسبة للتربة المناسبة ان هي تكون جيدة الصرف وخليا من الاملاح يعني ايه جيدة الصرف يعني ما حطش المياه النهاردة تقعد تحتها ثلاثة اربعاتية بصرف يعني بعد نص ساعة او عشر دا ايه ما لاقيش المياه ديت موجودة تحت ارض رملية ماشي ارض طمية ماشي ارض طينية خفيفة ماشي بتوجود فيها شجرة الباباز بالنسبة لي وطبعا الارض لازم تكون خالية من النماتودة ما ينفعش ارض فيها نماتودة نزرع فيها الباباز لان طبعا هيحصل انه خصوصا طبعا جنس تعقد الجزور نماتودة تعقد الجزور دي هتوقفها ومش هتنفع اطلاقا يعني تمام فعشان كده بنبعد عن الاراضي اللي هي فيها نماتودة بالنسبة لي المناخ بتاع شجرة الباباز طبعا هي شجرة استوائية يعني بتحمل درجة الحرارة لحد اربعين درجة مئة وعادي ما فيش اي مشكل خالص في القصة ده هي بالنسبة لي التكاثر بتاع الباباي او الباباز طبعا بيكون بالبزور والبزور فيها مذكر وفيها مؤنس فبنزرع المشتل وبعد كده طبعا بالنسبة لي المشتل بتزرع ممكن فيه اكياس مباشرة وممكن حتى في الجوار عادي يعني تمام لا ان الباباي ممكن تزرع فيه الاراضي ولما بتزرع في الاراضي بتبقى المساحة 3 في 3 يعني بين كل شجرة وشجرة 3 متر لان طبعا طبيعة النمو بتاع الباباي بتبقى قائمة مش مفترشة زي الناخل كده وبالتالي هو بتبقى فيه الجنسين طبعا لما بنزرع ما بنتعرفش عليهم الا وقت الاثمار طبعا في ناس حتى حاجات كتير لي انك تتعرف على المذكرة من المؤنسة طبعا لا المذكرة من المؤنسة ما بتتعرفش الا بعد فترة حتى بعد ما بتاقتها من المشتل و بتزرعها في الارضيس تديمة كده بيبدأ يعني تشوف اذا كان هو فعلا مذكر ولا مؤنسة طبعا المذكر ملهوش فايدة فالمفروض بس بتحط واحدة لخمستاشر او فيه طبعا بعض الناس بتقول بتحط واحدة مذكرة لكل واحدة مذكرة لكل خمسة وعشرين نباتة مؤنسة ايا كان يعني مش هنختلف كتير ولكن يجب بس ان احنا نكون عارفين ده كلته طبعا اذا كانت زرع فيه الارضيس المستديمة فبنزرع ثلاث حبيات واذ كان بره حتى في الكيس مباشر في المشتل بنزرع حبيتين تمام وبنشوف بقى انت وحظك بقى يعني فيه خصة الانباد طالما طلع لو طلع ثلاثة يبقى بتشيل اتنين و بتخلي واحدة بيحس الواحدة هات بتنزلها في الارضيس المستديمة وبتشوف اذا كان مؤذكرة ولا مؤنسة طبعا نسبة المذكر للمؤنس يا جماعة بالنسبة البذور تقريبا بتكون واحد لواحد يعني النص مذكر والنص مؤنس ولكن طبعا زي ما قلنا بتم التعرف عليها فترة متأخرة من بداية ما حضرتك بتزرع البذور في المشتل تمام؟ البذور بس بتتزرع في المشتل ويجب ان احنا طبعا بنيديها بعض حاجات التزليل لحد ما بتم الانباد لان التزليل الى حد ما طبعا مبارضهش للشمس المباشرة وبيبقى الانباد بتاعها كويس طبعا معاد الزراعة بتاعة البوباز بكبن الزراعة في فصل الربيع اللي هو خلال شهر مارس وشهر ابريل بتفضل يعني الشتلات تقريبا لمدة 6 اسابيع شهر ونص تقريبا في المشتل بعد كده بتنقذ الى الارضي المستديمة المهم يعني طول الشتلة بيكون في حدود من 30 ل40 ل50 سنط ما فيش اي مشكلة بالنسبة للشتلات يعني حسب ما تشوف الشتلة تتحمل عملية النقل من المشتل الى الارض المستديمة اللي حضرتك مجاهزة تجهيز الارض المستديمة تقريبا طبعا بتعمل جور والجور دهية بتكون ابعادها 50 في 50 عاوز تزود شوية ما فيش اي مشكلة ممكن تعمل اساسا الخطوط دي بتحفرها حفار اصلا على طول الخط ما عندكش مشكلة برضو عايز تعملها جور اعملها جور ما عندكش اي مشكلة خالص الجورة تكون 50 في 50 او 70 في 70 اه طبعا بيجي لها كبريت زراعي مع سوبر فوسفات اه ممكن تحطه نص كيلو ونص كيلو مع اه مادة عضوية ممكن تكون اه يعني تقريبا مقطف او نص كيس من الخمسة وعشر كيلو اللي هو عشرة كيلو يعني سماد بتخلطهم مع الطربة وبيتسيب الارض تتخمر تخمير كويس بالمية تنزل فيها مية بتاع اسبوع كده تتخمر وبعد كده بتنقل الشتلات بتاعتك اه في الارض المستديمة لو انت زارع طبعا في ارض مستديمة بكميات كبيرة مش في حديقة منزلية اه طبعا الباباي او الباباز طبعا التكاثر بالعقل بتاعته بيبقى متعب شوية الا ان هو طبعا بيبقى من نفس الجنس لو عندك انت زهى واحدة مزكرة واحدة مؤنسة شجرة مؤنسة طبعا انت بتاخد من الجنس فبتعرف ان هي مؤنسة في ناس بتقص القمة النمية بتاعت الباباي او الباباز فبيطلع من الجناب زي ما انت شايف كده بيطلع آآ من الجناب فطبعا بتتاخد منها عوال تقريبا العوالة بتكون في عشر لخمستاشر سنتي وبتتحضن عادي زي عوال التين كده وبعد كده برضو بتتنقل وبتروح الارض المستديمة ولكن طبعا في مجمله الافضل انك تزرع بزور لانها بتكون قويا مجموعة الجزر بتاعها قوي وآآ بتكون آآ طبعا البزور بناخدها بناخدها من الثمار اللي احنا اساسا بتستوي يعني الثمار اللي بتستوي بناخد البزور اللي فيها بناخد البزور اللي فيها وبنغسلها من المادة الجيلاتينية اللي بتبقى عليها ديا تمام وبنشفها بس ياريت التكفيف او لما نشفها او نجففها التكفيف يكون يا جماعة في مكان مظلل بره مبقاش في مكان في الشمس عشان الجنين بيتأثر بسرعة وممكن يوموت الجنين اللي في البزرة نغسافة عشان كده ياريت التكفيف يكون آآ في آآ يعني آآ آآ يكون في مكان مظلل رغم ان هو في حرارة بس ما يبقاش معرض للشمس المباشرة وحتى تحضين المشتر ما يبقاش برضو في الشمس المباشرة آآ والبزور ده هي يعني بتاخدها بتحفظها في مكان بارد ما ينفعش نحطها في مكان آآ آآ في حرارة عالية آآ طبعا من افضل اللي احنا الافضل الاوقات اللي بنزرع فيها في الوقت المستدين بيعتبر بداية من شهر اكتوبر لحد شهر مارس يعني من شهر آآ عشرة لحد شهر ثلاثة ما فيش اي مشكلة خالص وطبعا عملية الازهار بتبكون بعد الزراعة آآ بحدود تسع شهور او عشر شهور آآ حسب الصنف طبعا اللي احنا آآ مختارينه آآ طبعا برضو بالنسبة لنطج الثمار احنا قلنا ان بعد ما بتزرع بتفضل بتفضل بعد الزراعة بيحصل آآ اللي تبدأ مرحلة الازهار من تسع لعشر شهور النطج بقى بتاع الازهار دهوت ان هي تبقى ثمرة آآ بتبقى طبعا الكلام دهوت من اربع من تلات لاربع شهور آآ حسب برضو الصنف بيستمر طبعا الانتاج آآ معاك من خمسة آآ لستة شهور آآ بتنتج طبعا آآ في خلالهم الباباي الباباي طبعا بيستخدم اتاكل اكل كويس جدا ولزيز جدا ثمرة لزيزة جدا بصراحة لما بتكون يعني كويسة وما فياش امراض وكده بصمرة لزيزة جدا في ناس طبعا بتستهلكوا اخضر بعض الناس بتعملوا صلاطات وكده ولكن احنا في الوطن العربي بصراحة بنكله زي البطيخ او زي الشمان بيبقى حاجة يعني كويسة جدا والخيمة الغذائية طبعا بتبقى عالية فيه ده اللي بيخلينا نزرعه آآ طبعا بيستمر الانتاج بتاعه زي ما قلنا من خمس لستة شهور ومعاك الشجرة ممكن تقعد من اربع لخمس لست سنوات على حسب حضرتك ما بتحافظ على الشجرة دهية حسب المحافظة عليها وانك انت آآ طبعا ما يجلهاش اعفان جزور بالنسبة للأمراض بتاعتها يعني ما يجلهاش اعفان جزور آآ وطول ما انت محافظ عليها آآ اكيد طبعا آآ بتقعد اربع لخمس لست سنين كمان تنتج ما فيش اي مشكلة خالص فيها آآ بالنسبة ليه التسميد على حسب انا ما شفت فيه الباباي آآ طبعا آآ ممكن تحط لكل آآ شجرة طبعا آآ بعد السنة الاولى طبعا آآ بتحط لكل شجرة سمد عضوي معها سوبر فوسفات وكابريت ده بتحطه كل سنة للشجر عادي والتسميد ممكن تسمت بعشرينات مع رش عناصر صغرى آآ الكلام ده هو تممكن العشرينات تسميده كل اسبوع مرة رش عناصر الصغرى ممكن كل خمستاشر يوم مرة آآ آآ التغذية طبعا ما ما فيهاش مشاكل خالص تمام آآ طالما انت اسست صح وحطيت السمات بتاعك اللي هو الان بي كي خمستاشر خمستاشر او سوبر فوسفات مع شوية بوتاسيوم محبب مع سوبر مع كابريت زراعي في الوقت التجهيز اول سنة خالص تمام في الارض المستديمة امورك كويسة جدا ولو عندك الارض خصبة حتى ما تحطش اصلا الحاجات ده هي تمضيفش ما تعملش اي اضافات من الحاجات دي بس بتسمت كل اسبوع آآ ان بي كي آآ مرة يعني ثلاثة اربعة خمسة جرام على حسب مقدرتك للنبات او مرتين في الاسبوع آآ ما عندك اي مشكل خالص وطبعا آآ بترش عناصر صغرى كل خمستاشر يوم مرة على الاقل مش اقل من كل آآ شهر مرة على حسب انا ما زرعت اصلا الباباز آآ بالنسبة لي الباباز او الباباي بالنسبة لي الامراض بتاعته يا جماعة هو آآ يعني حسب ما آآ شفته هو مشكلته في العنكبوت الاحمر مشكلته في العناكب مشكلته في العناكب ياريت يوميا لو انت عندك في حديقة منزلية وتقدت ترشه مية بس ترش الورق من فوق مية طبعا الورق اللي بيتبلقه بيجيب في ياريت تشيله على طول ما تسيبهوش الباباز من اللي هو طبعا بيجيله البقي الدقيقي بيجيله مرض البقي الدقيقي وبيجيله الحشرة القشرية وبيجيله مرض العنكبوت الاحمر فاضرب عصفرين بحجر وهتجيب حاجة زي الكونفودور وتخلطها مع الفرتمك مع عناصر صغرى وترش لك كل عشرين يوم رشة بتغسي الغسيل مش هتلاقي لبقي دقيقي ولا هتلاقي ولا هتلاقي اصلا العناكب ولا هتلاقي اي حشرات بالنسبة للباباز فيه بس من ضمن الامراض الفطرية بتاعته اللي بيجيله في مرض بيسموه تبقع الاوراق السيركسبوري وده طبعا بيشتهر بيه اوي الباباز وبيشتهر بيجيه بنجر السكر وياريت حضرتك يعني كل شهر حتى ترش رشة فطرية من مبيد فطر محترم يحتوى على النحاس مع منكو زيب او حاجة زي كده او في عندك الفلنت في عندك الانفينيتو في عندك مبيدات كتير جدا فطرية كويسة ياريت ما تنتظرش لحد ما يجيلك المرض اقول كده باذن الله تعالى بتاكل احلى ثمرت باباي شكر الله حضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته